السلام عليكم أصدقائي اليوم حلقة جديدة بوضوحها صراع الدين والدولة مؤخرا ظهرت ظهر مصطلح أو مفهوم اللا دولة أو صراع بين الدولة واللا دولة وهذا أنا أرى مصطلح لاير واقعي وصف مزيف للحقيقة التي نرفض مواجهتها نحن جميعا منذ نحو ألف عام وهو أن الصراع الحقيقي في مجتمعاتنا هو بين الدين والدولة وأبسط سبب له ببساطة هو أننا نجهل معنا الدولة اقرأوا مفهوم الدولة خاصة عند الدولة العراوي حتى تعرفون حجب الكارثة التي نحن بها هذا الصراع هو بين الدين والدولة وكما قلت الصراع الحقيقي بين أهل النمط والدين والبعض يخلط بين الدين والدولة الآن أقول لا ما تخلط الدين شيء للعلاقة بالتاريخ القديم وكان هو الذي يحرك الدولة ويدير شؤون الحياة ويؤمن بالناس بحيث هو الإطار التنظيمي الذي الذي يحكم كل شيء هو الشرع القوانين هو يحدد ما هو صحيح ما هو خطأ ما هو مقبول ما هو مقدس ما هو حلال ما هو حرام ما هو خير ما هو حدوء ما هو ثواب ما هو عقاب يعني نظام كامل وأنا حتى حتى تعرفون شون أقصد بالدين وشون أقصد بالدولة ممكن تشوفون عندي فيديو طارح بي نظرية أو فرضية جديدة أقول بأنه المجتمع هو ظاهرة دينية وليس الدين ظاهرة اجتماعية كما يقول دورتاين أيضا عندي مفهوم الدين ومعنى الدين لمن يود الاستزامة أقول بأن هذه المشكلة ما زالت مجتمعات قديمة وهي بالحقيقة ليست في مجتمعات هي جماعات نحن ما زلنا في درجة جماعات هذه الجماعات لا تستطيع وما زالت لا تفهم شيء اسمه قولة ما زالت في إطار الدين هذا ليس نقد للدين ولا نقد لمجتمعات ولا أي شيء أنا أحاول أن أصف جذور المشاكل أو جذور الإشكالات والاختناقات التي تعاني منها ومجتمعاتنا والتي لا نحاول أن نصفها بشكل مختلف عن الحقيقة لماذا؟ لأننا نريد نريد أن نواحد بين شيء اسمه الدولة الحديثة وبين الدين الذي هو من نمط قديم ولا نريد أن نتخلى عن الأثنين لأننا ندرك بشكل دقيق لأن الدولة الحديثة لا يمكن أن تخلى عنها والقوانين الحديثة لا يمكن أن تخلى عنها والجامعات والنظام التربية والتعليم والحجاثة بشكل عام لا يمكن أن تخلى عنها فماذا نفعل؟ نخلق بين القديم وبين الجديد ونحاول أن نوفق بناتهم هذه العملية أثبت التاريخ المضى هذه القرنين الذين مضى أثبت لحجاث أثبت بأن هذا الأمر مستحيل وغير ممكن ولن ينجح أبداً ما أمامنا إلا أن نواجه حقيقة كما هي لكن لم نظلنا حتى هذه اللحظة قد نقول هناك صراع خاصة بقراق بين ميليشيات مسلحة هي ميليشيات دينية طبعاً ويدعم هذه ميليشيات أيضاً موجودة في سوريا في لبنان في أفغانستان في اليمن في ليبيا في سوريا يعني لبنان أيضاً وأيضاً موجودة داخل الدول الأخرى أيضاً داعش موجودة والأخوان موجودين في مصر وموجودين في كثير من الأماكن هؤلاء كلهم يبحثون على الدولة بمزاجهم بطريقتهم الدولة الدينية اللي هي خلمهم الوحيد وهؤلاء هم يتحركون ضمن هذا الأساس وطبعاً من حقهم أنا ما أقول من حقها كنت تقول يا بان الدولة أنا أؤمن بالدين القديم بالنمط الدين الذي الدولة الدينية على النمط القديم لكن هذا الأمر أثبت بأنها المجتمعات الدمرت سحقت كل فرص بناء هذه المجتمعات تحوى المستقبل وبناء الإنسان تنمية البشرية تنمية المعاصرون بلا معاصرة وهذا الشيء هو الذي نعلم الآن هذا الصراء لا ينتهي إلا بهزيمة الدين لأن هذا قانون العصر لا يمكن أن تجيب نمط قديم أو تطبق نظرية قديمة على واقع حديث مختلفة تماماً لا يمكن أن تأتي أن تطبق رياضيات قديمة مثلاً رياضيات الزمن الإغريق أو الزمن الخوارزمي الدولة العباسية تجي تطبق لنظريات رياضية أو رياضيات على مجتمع حديث نحن الآن نرى تطورات هائلة بالرياضيات والعلم والكمبيوتر والحسابات فلا يمكن هي نفس العملية بالضبع الصدقون لا يوجد أي مبالنة هي نفس الشيء التاريخ لا يعود إلى الوراء هذا مبدأ لا يمكن التنازل عنه ولا يمكن التفكير بهذه المسألة حتى منطقياً وواقعياً لا يمكن أن الزمن أن يرجع إلى الوراء آلة الزمن غير ممكنة الوجودة أن الزمن يتحرك بطريقة باتجاه واحد تجاه نحو المستقبل لا يمكن أن يعود الزمن إلى الوراء وكما يقول نيتشا يقول أن التاريخ لا يعود إلى الوراء إلا بطريقة بربرية يعني وهذه العودة بالملاسبة الحمد لله ما عادت ممكنة لكن ليس هذا المهم الآن المهم أن ندرك أن وجود محجبة في الشارع أو المكان العمل أو المدرسة له علاقة بهذا الصراع أن محاضرة لرجل دين تتحدث عن مشاكل الدين وليس مشاكل الإنسان ويتابعها الملايين ولم يكن هناك واحد بهم يشعر بالمشكلة إلى علاقة بهذا الصراع يعني كل شخص يتحدثك سنوات عن مشاكل الدين لا يتحدثك عن مشاكل الإنسان مشاكل الإنسان الآن مختلف عن مشاكل الدين مشاكل الدين الحلال والحرام والقضايا لكن مشاكل الإنسان وإنها الإنسان كإنسان كفرق أدى كيان خاص بي ويحاول أن يجد نفسه في هذا العالم أن يجد مكان خاص يجد حقوقه ما موجودة كلمة إنسان إنسانية كمفهوم لا يوجود لها في مجتمعاتنا لا يوجود لها في ثقافتنا وفي ممارساتنا اليومية الإنسان غير موجود لأننا نتدخل بشؤون كل شخص آخر لأننا نعتبر نفسه جزء من قطيع جزء من أمة جزء من مجموعة جزء من حضيرة اللي هي حضيرة الدين فلا يمكن أن نفكر بوجود إنسان فرق لأننا نتدخل في أدق التفاصيل نجد شخص في الشارع مثلا برمضان غير صاعب نعتبرها جريمة والحاسمة والعقبة ويجتمع الجميع ضده نجد شخص يقول بأي أمرأة غير محجمة مثلا أنا لا أتحدث ضد أو مع الهجاب أنا أتحدث أصف ما يجري بالضبط أصف طريقتنا بالتفكير هذا كل دليل على عدم وجود الإنسان إنما وجود قطيع وجود جماعة جماعة متضامنة تلغي فردية الإنسان وتحاول أن توجه كل طاقتها باتجاه الجماعة والمجموع ودائما نشوف العنف العنف يبرز بيننا العنف القطيع فكرة قطيعية هي أساسية في حياتنا أصلا هو الدين هو القطيع إذا ترون محاضرتي عن المجتمع الظاهرة دينية يمكن أن ترون هذا المورو من هنا ظهور ميليشيات دينية تختطف وتختب من تشائل علاقة في هذه الصراعات ظهور صراعات أو أحزاب دينية هذه علاقة في هذه الصراعات هو الجزء من هذا الصراع كل هذه الأمور وغيرها طبعا بالمئات هي مترابطة ما وجدت اعتباطها العنف الأساسية هي أننا غير قادرين على التفكير ولا النظر يعني ما زلنا نعيش روحيا خارج أفق الدولة بمعنى الحديث أو بمعنى العالم المعاصر أو أفق مقاييس العالم المعاصر نحن ما زلنا واقفين نناقش الأمر من قلنا نتوقع أمر تحت السقيفة بني ساعدة هذه السقيفة قادرة وفاة رسول وكانت مسجرة في الخيمة ما زلنا واقفين في تفل خيمة أو تحت سقيفة بني ساعدة شكرا اللي بحيان ترعيدة لذكرتنا الحادثة هذه من ذكرها ما زلنا واقفين لا تغيير الموقف لحده الآن نناقش الأمر ومن يلي الأمر ومن هو ولي الأمر ما زال الموضوع هو نفسه يعني 1450 سنة تقريبا نحن ما زلنا واقفين في نفس اللعبة لم نتحرق خطوة واحدة ما زلنا نعيد ونسقل بهذا الحديث ولا نستطيع الخروج من هذه الدوامة التي لا نهاية لها ولن تكون لها نهاية على الإطلاق مهما حاولنا ومهما تحدثنا عن إصلاح دين وتجديد دين وتجديد الخطاب وكلام السمج فعلينا أن نكون واقعيين وحقيقيين ونجد مصلحتنا وهذا التاريخ الآن يمشي ونحن نحاسر من قبل أولادنا وأحفادنا في المستقبل يقولون أننا لم يفعلتم شيء خسرتكم وقد وجدتكم فرص كثيرة ولم تستمروها كنتم دايخين بالقطيع ونريد أن نصنع أنفسنا نصنع إمكاناتنا نصنع إنسانيتنا كل واحد من أدنى لا نحن أن هذا القطيع كان إلى علاقة من زمن الماضي لأن الإنسان لا يستطيع إيشه الآن الإنسان لا يمكن إيشه لأنه يوجد السياس والقوانين والجراءات في العالم اختلف الدين ما عاد يطل أجوبة الكافية للإنسان في حياته اليومية وفي طرق إدارة سؤونه وفي طرق إدارة السياس والقوانين والجراءات وفاة الرسول وهنا شكل التاريخ وكل ما قبله هو اللغة وكل ما يأتي يجب علينا أن نتبعه مليار ونصف مليار إنسان أو مسلم مازالوا كلهم محشونين بهذا اليوم اليوم السقيفة هذا اليوم تجمت وتكلس وصار يعني طرق ثقب أسود طرق دهر ثقب أسود ما يخرج من عنده أي شيء بل يدخل فيه كل شيء ولا يخرج نهائيا يبتلأ كل شيء ولا يعطيه يأخذ ولا يعطيه يعني مليار ونصف من الإنسان كلهم هذا الحال يعني هكذا لما أي شخص يحاول أن يخرج من هذا الثقب ويقول يابا يا ناس تعالوا ونراجع كل شيء لا ترى أحد يسمعه فقط آلية السماع والفهم والاستيعاب لا يخبر إسمعه فهذا لا يمكن أن يفعله صدمة يعني صدمة ذهنية أو صدمة أو سياسة الصدمة أو من هذا النوع يفتأهم حتى من يفتأهم صدمة رأسا يهبوا بوجهك ويقاومه فأنت مثلا عندما تحدث عن ضرورة مراجعة الدين مثلا يجرح أين يجرح؟ يجرح أين يجرح؟ يجرح أين يجرح إلى منطقته ويقول لك ها أنت تحارب الدين رأسا يتحول إلى محارب يرفع سيفه سواء عن طريق عقله أو يقاومه يطرق متعددة ويعني يقول لك ها أنت تتفرض أمر الجماعة يسوي بضعام للناس يتفرح كلمة المؤمنين كلمة المواطنين مصطلح لا يوجد مواطن لا يوجد مواطنين لا يوجد مواطنين لا يوجد دول وفي المناسبة حتى الدين ليس دين هذا موضوع آخر لا يوجد مواطنين فهذا عندما يتحدث يقول لك تعالوا نتفاهم هذا الدين ليس مواطنين لا يوجد مواطنين تعالوا نتفاهم نرى ما هي الموضوع لماذا هذه المشاكلة يقول لك لا رجال الدين أو الناس التجار الدين حتى أبدا الجمار يقول لك من هنا يجعوا يرجعوا من هذا الشيء يثكر التحت هذا يطلع شيء يتبرع وماذا المشكلة لا تجد ناحشة الموضوع لا يقول لك لا يقول لك هذا كلام ملحدين كفرة وهذا يفعل تفرق بين الملحدين الكفرة والمؤمنين البررة سيقول لك في أحسن أحوال طبعا أفضل يقول لك يرجع لك مقولة شيخ الجارة ويقول لك أن المشكلة ليس بالدين إنما في الإنسان طبعا هو ما يعني دين و ما يعني الإنسان لا يعرف ما يعني كلمة إنسان يتوقع حياة ليس المذكورة بالقرآن لا الإنسان المعاصر وحقوق الإنسان تختلف تماما سماع على الأرض بين هذا الشيء القديم بين القرآن يذكر الإنسان 13 مرة ويذكرها بطريقة نجة أو سلبية الإنسان فالإنسان يختلف الإنسان مجرد الإنسان لما يكون مطيع أو غير مطيع المطيع للدين والأمر الدين يصبح إنسان مقبول إنسان يعني يفقد صفة الإنسان يصبح مؤمن فهذا موضوع مختلف فعندما قال يتحدث يقول يا عما تعال يجب أن نبني أسس الدولة حديثة يقول لك إن شاء الله فأسس الدولة حديثة لا تنبني بكلامة إن شاء الله تنبني بالألم بالحسابات بالتخطيط بالبحث فلا تنبني إن شاء الله لأنه لا يوجد مشكلة إن شاء الله لا أتحدث عن كلمة إن شاء الله أتحدث إنه يجاوبك بطريقة لا يوجد علاقة بالموضوع الذي يتحدث عنه يعني هو بعد عايش في أفق الملة أو أفق الجماعة أو أفق القطيع أو حضيرة القطيع أو حضيرة الدين فبعد عايش في هذه المنطقة لا يريد أن يدخل بعالم الحديث أو المعاصر الحديث هو فترة زمنية طويلة فهذا المعاصر لا يدخل عاصر العالم هو عاصره فقط بالموبايل عاصره بالملادس وعاصره بالسيارات الحديثة ويتفاخر بها جميلة وحتى كلمة الدكتور والدكتور الفلاني هم يتفاخر بها لكن أكثر من هذا لا يريد لا يستطيع لا يستطيع لأنه أفق التفكير يتوقف على هذه المنطقة لأنه لا يرى هذا الشهر لا يستطيع أن يرى فقط هذا الشهر دائر مدارة دائر مدارة وعاصره بالشارع في الشارع مرتين أو جامعة أو ثلاثة يفتح على التلفزيون أو الموبايل يرضى أيضاً موائد وكلام وكلام أيها وما لا يريد من أين له أن يدرك واقع الحال أو واقع الحياة أو أو النظام الذي يسير العالم المعاصر طبعاً كما قلت هذا النمط من الناس يجهل معنى الدين ويجهل معنى الإنسان ويجهل معنى الدولة حديثة فهذا النمط لا يسمع ولا ينظر ولا يفهم بل ولا يفكر حتى بمصير أبناء المجتمعي المهم أن يبقى رافض لقيم العصر وهو محنط يعني مثل فرعون إسلامي هذا المرأة ليس فرعون وصل هديم ويبقى محنط تحت الضلال تلك السقيفة التي توقف أن سمع تحتها حتى هذه اللحظة الآن حتى ما طول أقول الصراع بين الدين والدولة إذن هو لبط المشكلة وهو صراع مجتمعي في جوهره وهذا ينتج عن ثمبه التقييد شعبي للدين على حساب الدولة عن الدولة الحديثة مشاعر الحق للدين واضح خلق معروب لا يجب أن نحترف الكل يتملق الدين ورجاله مشاعر الكره بالمناسبة أيضا للدولة أيضا لا تخفى والكل يستسهل لقتها وحتى تدميرها تعتمد على الدول لكن عموما الكل يخشى الدولة لكن لا يحدث الكل يعتبر الدولة كيان غريب وهجيم والأعلاقة بالعصر والحداثة وكل شيء بالنسبة لهم غريب ما زالوا يحاولون تصلون بالواسطات بالعشائريات يعني ما زالوا لا يدركون لا يدركون خاصة للدول التي بها الدولة قوية مثل الأردو ودول مصر وغيرها ودول أخرى ودول الخليج مثلا بها النظام قوي الدولة قوية ومسيطرة لكن مسيطرة ليس بفعل الحداثة والمعاصر لا مسيطرة بفعل فكرة الولاء وولية الأمر طاعة وولية الأمر أيضا هي فكرة دينية هذا موضوع آخر بس عموما المشكلة نفسها هو الصراع بين الدين والدولة ما زال هو نفسها نحن ننفي يقول لا الدين ينفصل عن الدولة ومتحد وهذا كلام سمت ومقدار لكم الكثار قديم وما عاد واحد مقدار يقوخ نفسها به هذا كلام اللي أتحدث عنه أنه مشاعر الحب للدولة للتعاطف والتعاطف مع الرجال الدين وعدم التقبل أي فكرة أي نقد لهم ليس للرجال الدين ليس للدين أيضا فهذه الفكرة يجب أن نخلص منها ويجب أن نضع الدين ونأخذ ونأخذ الدين ونأخذ كل شخص ليس ليس علاقة مع الرجال الدين والكباب لا كل شخص يأخذ الدين كما يضع شيء للفحص على مائدة على الطاولة ويفحص هذا الدين ماهذا الدين ماهذا الدين من هو من أين أتى هل هو موجود بالقرآن ماهذا الفرق بينه وبيننا عليك أن تدرك أن تكتشفون مفاجآت غير معقولة يعني لا يمكن أن تتخيلوها ستكتشفون كم أجرم بحقكم آلاف الفقهاء كم استغلوكم كم ضحكوا على الناس كم يعني استغبوا الناس بهذا القضايا الدين صنعه صنعه حتى النصة القرآنية من نفسها يستغلون لكنها تعودنا لا نفكر نريد نريد أن تدركوا لأننا أعطينا جاهز وخلص هذا حلال هذا حرام التهم هذا صح هذا غلط لا تدركوا لكن الآن لا يوجد أن نتصرف وندقق بكل شيء لأننا أصبحنا أناس يعني إنسان تحول من عبد مؤمن مطيع إلى إنسان حقيقي مستقل منفرد وإلى خصوصيته وإلى استقلالته وإلى قدراته الخاصة الآن الإنسان ليس جزء من قطيع الآن جزء من نفسه هذا الفرق الهائل يجب أن ننتبه له ويجب أن نعيه هذه المسألة لأن بدون هذا نحن سائرين إلى الهاوية نحن الآن في الهاوية لكن السائرين إلى الهاوية بعد ألعن وأشد كما قلت مشاعر الحم للدين والتودد والتملق للدين ومحاولة تضخيم دور الدين في حياتنا ما زالت ما زالت كانت هذه أولوية وهذا يجب أن منراجعها وأكدوا الجميع لا يعني راجعتها أيضا مشاعر الكرة ل الدولة والنظام والأغذائية الحديث أيضا موجودة وأيضا قلت بأن هذا المعنى نحن مقابلين على كارثة وهذه كارثة لا مفار منها ولابد أن أذكر بأن الميليشيات الموجودة معلنة مثل بالأراق والبرمان والأمان والسوريون والليبيا هذه الميليشيات لا ظهرت بفراق ويوجد ميليشيات غير معلنة وسرية أو تخوض حرب ضد سلطة الدول الأخرى هذه أيضا موجودة فهؤلاء لن يختفوا فهؤلاء دمنا نفكر بأن الدين هو عصب الحياة هو الذي يتحكم بكل شيء وهذا الأمر لابد من كل إنسان من واجبة أن يراقب هذه المسألة لأن هؤلاء جميعا كل سلطات كل الدول لا يمكن أن تراهل على هذا البضاعة الدينية إن لم يكن هناك من يشتريها ومن يستهلكها هذه البضاعة الدينية هي ما زالت تتعطش للأنف وما زالت تحاول أن تأخذ حصتها كافية من هذا الأنف وصفك الدم بالنسبة لها هو من أفضل ما شيء ممتع بالنسبة لها لأن هؤلاء يتعطشون للأنف و للقتال و للجهاد فهذا لا يتعود على الجهاد يعتبر حياة رتيبة و سخيفة و مملة لا يوجد طعام لا يوجد جهاد و قتال و طاح طيخ و هذه الأشياء أنا نجربها و أنا أخرج حروب أنا في العراق نجرب شبعنا حروب حياتنا من ولادة إلى أنحاء اللحظة نحن عايشون في حروب فنعرف هذا الهواجس و هذا الحماس خاصة الشباب المندفعين فقط قتال و حرب يصبح مؤمن مؤمن درجة أولى فالفكرة هو مؤمن بالقتال و بالعنف و يتطلع طاقات الداخلة فهؤلاء يوفرون فرصة لتنفيس على الطاقات مكبوتة داخل الشباب بقربة لا ينفيسون عنها بطريقة أخرى يقل يدخل بنشاطات رياضية منافسات عنيفة مع الآخرين يدخل فيه يعني فتتنفس هذه الطاقات الأدوانية داخل الإنسان بطريقة أو بأخرى المشكلة كما قلت أن الوحش الديني موجود و هذا الوحش قديم و يحاول البقاء عين بكل طريقة لأن ما عنده فرصة أخرى إلا أن يقاتل و يقاوم أي فرصة لمراجعة شأنه و هناك آلاف من الناس المستفيدين من هذا من عطايا و ميزات و و ابتيازات هذا الوحش فالكل متمتئ بهذه المسألة فلن يعطون يسلمون الأمر بسهولة إلا كما قلت عندما نحن كأفراد نتخلى عن عدم التعرض لهذه المسألة لا الدين أول شيء يجب أن نتقده و نراجعه و ندقيقه لا مهم أن تراجعه تفحصه و لا تقبل أي شيء و لن تنقلي بالدنيا و لن تقسر الحياة ستكون أفضل بكثير مما لو لم نفعل هذا لابد إذن أن نتخلص من هذا الفيروس الذي ينشره هؤلاء يعني هذا الفيروس يتعلم يلتهم و لا ينطي أي شيء بالمقابل الدين الموجود الشاء لا يعطي أي شيء لا يقدم أي فئة أي نفع لا يقدم يقدم بس مواقع مجانية رخيصة و لا يأخذ أموال و امتيازات دون أن يقدم أي شيء على الإطلاق يعني فالشيء ما معقول أنا الناس أنا ما تشوف أنا استورا يسوون مرات تورعات بسيطة هنا و هنا بسيطة ضحك على تقول مجرد تغطية وتقليد للعالم الغربي لا أكثر ولا أقل بس ما موجودة هذه ظاهرة أيضا حديثة مستوردة منك لأن تنفعهم وشكلية فقط على كل لابد من اختراع ملقاع مناسب ضد هذا التيار الذي يقاوم الدولة الحديثة والدولة العصرية التي قلب كل إنسان عربي و مسلم يحاول أن يرتقب نفسه و يرتقب عائلته و بالمستقبله و بالوطنه و بالبلده هذا الشيء لما ظهرت أسفاله بعد و يجب أن نكون مسؤولين و نتحمل مسؤولية قيام بهذه المسألة و أعتقد أن المهد المنتظر إلى فكرة المهد المنتظر هو ليس هذا الذي سيرسله الرحمن حسب النصر بل هذا الذي سيخترعه الإنسان شكراً جزيلاً و أسمع آراءكم بكل ما ذكرت و سأرد على كل تعليق و تعليقاتكم أو أعتراض أنا أختم و أقول كي نسيت أذكرة في الحرب الثلاثين سنة الدينية حتى في أوروبا بين سنة 1617 إلى 1648 قتل ثلث سكان أوروبا ثلث و نصف سكان ألمانيا أيضاً هؤلاء قتل هؤلاء بسبب الحروب الدينية الطائفة فيما بينهم بعد هذه الحرب الثلاثين سنة صارت اتفاق و تعلموا الناس فن التنوية و تعلموا و تعلموا أن القضية ليست صراع الدينية و ما حصلوا عندهم نص أوروبا راحة أو ثلث أوروبا ماتت الناس و ربعا أيضاً يجل قاعهم و نكمل عليهم فالناس فيجعين ف تعلموا يعني تعلموا فن التنوية نحن الآن ما زلنا نقتل بعضنا باسم الدين يعني سواء بحجة أو بخل صارنا الفين سنة بس ما تعلمنا ايش هاي مصيبة لازم يجي يوم نتعلم لا مفار التاريخ لا ينعود ليوراك كما قل حكمة مما سبب هاي مصيبة الحكمة أن أولئك الناس الذين تعلموا فن التنوية هذين تعلموا من دروس التاريخ لكن اللي ما تعلم من دروس التاريخ راح يسير هو عبر التاريخ وأنا أتمنى كل احنا ما نكون عبر التاريخ شفا جزيلا وأنا لحاوة مؤمن عشر شفا جزيلا